في حاجات كتير كتير مهمة حصلت التلات اربعة ايام اللي فاته وفي حاجات كمان محتاجة ان احنا نقف قدامها بالفحص وبالتأمل وبالتدقيق بس قبل ما نكلم في حاجات كتير حصلت خلال ايام اللي فاتت انا توقفت النهاردة قدام لقطة حصلت النهاردة هذه اللقطة هي الصورة اللي تم بثها في كل التلفزيونات بناء على الاجتماع الامني اللي عقده النهاردة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي النهاردة الرئيس السيسي التقى بوزير الدفاع ووزير الداخلية ومعهم بعض القيادات العسكرية في الجيش والشرطية في الشرطة والصورة قدام حضراتكم وانا الحقيقة بعد الفيديو ده استاذ ديه لو سمحت عايزك ترجع تفكس كده بس على الصورة الاولادية لو امكن اه او هم عادي كده يعني كده اه كده تمام لا فكس على لونجا يا كده حاضر يا باش انا اسف ماشي باش حاجة ما نشتغل ما بعد على الهواء كده نسلمني نظيف هسلمك نظيف هو ده هي دي اللقطة اللي انا عايز اتوقف مع حضراتكم قدامها وخلتني اسرح النهاردة الظهر وانا بتفرج عليها كتير بتفكيري اللي حضراتكم شايفينه ده اللقطة دي كده بالزبط في رأس المائدة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والقائد الاعلى لهيئة الشرطة وعلى يساره على يساره اه على يساره القيادات الشرطية وعلى يمينه قيادات العسكرية الصورة دي تقول لكم ايه الصورة انت شايفينها دي ايه الرسالة اللي انتو ممكن تاخدوها او تفهموها ايه المعنى اللي ممكن يتفهم هذه في رأيي انا المتواضع انها مجلس حرب مجلس حرب وحركوا عارفين يعني ايه مجلس حرب مجلس حرب مش مجلس دفاع وطني ما ماشي ده يا كلام تمام موجود في الدستور الصورة اللي قدام حضراتكم عليها دي دي مجلس حرب بكل ما تحميله الكلمة بمعنى ومجلس الحرب هذا لا ينعقد الا عندما تكون الدولة في ايه في حالة حرب مزبوط وانا بقول لحضراتكم ان اللي انا بقوله ده مش اجتهاد بقى ولا محاولة بلاغية ولا كلام معلومات احنا في حالة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى وانا مش عارف الحقيقة سيادة الرئيس النهاردة عندما اجتمع بهذه القيادات الامنية والعسكرية كان قاصد ان يوصلنا الرسالة دي ولا هو في النهاية الاجتماع ده عشان يدير به الحرب سواء اللي حصلة في سيناء او الحرب اللي حصلة على مصر بصفة عامة من كل دول العالم ومن كل بقاع العالم لكن انا وصلتني انا وصلتني بس للأسف انا متأكد انها ما وصلتش الاس كتير والسبب هي الحالة اللي احنا شايفينها هذه الايام مش هذه الايام ده هذه الشهور والسنين من مش عارف اسميها ايه خليني اسميها تعبير مؤدب واقول ان هي حالة اللا مبالاة اللي عند كتير مننا كمصريين تجاه الحرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى تجاه الحرب اللي بتاخدها بتاخدها الدولة المصرية في سينة وفي باقي المدن المحافظات المصرية